السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم طلابنا الكرام طلاب الصف الثامن في درس جديد من دروس اللغة العربية نقدمه لكم بعنوان الهمزة المتوسطة الحالات الخاصة هذا الدرس على جزئين هذا هو الجزء الأول منه أرجو منك أن تحرص على متابعة الجزء الثاني أهداف الدرس أن يبين الطالب سبب كتابة الهمزة المتوسطة بحالاتها المختلفة الهدف الثاني أن يكتب الطالب الهمزة المتوسطة بشكل صحيح الهمزة المتوسطة هي الهمزة التي تكتب في وسط الكلمة اعلم حفظك الله أنه قد تكتب الهمزة في وسط الكلمة وقد تكتب في آخر الكلمة فالتي تكتب في وسط الكلمة هي الهمزة المتوسطة وهي موضوع درسنا لهذا اليوم مثل سأل مؤمن صائم انظر كيف كتبت الهمزة في الكلمات التي أمامك الآن كتبت الهمزة في سألة على الألف وكتبت الهمزة في مؤمن على الواو وكتبت الهمزة في صائم على النبرة متى أكتبها يا أستاذ على الألف ومتى أكتبها على الواو ومتى أكتبها على النبرة انتبه معي بارك الله فيك في درسنا لهذا اليوم حتى تتعرف على قاعدة كتابة الهمزة المتوسطة وتستطيع أن تكتب الهمزة بشكل صحيح ولكن اعلم أولا الحركات فلابد أن تتذكر الحركات قبل البدء في دراسة القاعدة الحركات هي الكسرة والضمة والفتحة أما السكون فليس من الحركات فالسكون ضد الحركة هل هذه الحركات على مستوى واحد من القوة أم أنها تتفاوت فيما بينها في القوة والضعف بمعنى أن هناك بعض الحركات أقوى من البعض فما هي قاعدة قوة الحركات يا ترى انتبه ما عبارك الله فيك قاعدة قوة الحركات أقوى الحركات على الإطلاق الكسرة ما الذي يناسبها أحسنت يناسبها أن تكتب على النبرة فأقوى حركة هي الكسرة يليها الضمة ويناسبها أن تكتب على الواو ثم الفتحة ويناسبها أن تكتب على الألف ثم السكون ويأتي ذكرها في الحالات الخاصة التي تكتب فيها الهمزة المتوسطة خلافا للقاعدة في بعض الحالات كما سندرس سوية إن شاء الله تعالى فاعلم حفظك الله أن أقوى الحركات هي الكسرة ويليها الضمة ثم الفتحة والسكون ليس بحركة كما أخبرتك فانتبه لهذه القاعدة لأنها ركيزة أساسية في فهم قاعدة الهمزة المتوسطة وهي التي تستطيع من خلالها أن تكتب الهمزة المتوسطة بشكل صحيح حالات كتابة الهمزة المتوسطة على الألف مثل سأل وعلى الواو مثل مؤمن وعلى اليا أو النبرة مثل صائم السؤال الآن متى تكتب الهمزة المتوسطة في كل حالة من الحالات السابقة حالات كتابة الهمزة المتوسطة أولا على الألف متى تكتب على الألف يا أستاذ متى أكتب الهمزة على الألف إذا كانت مفتوحة وما قبلها مفتوح كأن أقول سأل زأر انظر سأل الهمزة مفتوحة والحرف الذي قبلها مفتوح إذن تكتب الهمزة على الألف وكذلك في زأر تكتب الهمزة على الألف إذا كانت مفتوحة وما قبلها ساكن انتبه لهذه القاعدة مثل فجأة ينأى انظر إلى فجأة ما حركة الهمزة؟ الفتحة والحرف الذي قبلها ساكن أحسنتم لو عدنا إلى قاعدة قوة الحركات أيهما أقوى؟ الفتحة أم السكون؟ نعم الفتحة إذن تكتب على الألف تكتب على حركة الحرف الأقوى فكذلك في ينأى أيضا تكتب الهمزة المتوسطة على الواو متى تكتب على الواو؟ نقول ساكنة وما قبلها مضموم يعني إذا كانت الهمزة ساكنة وما قبلها مضموم مثل مؤمن لؤلؤ انظر إلى مؤمن ولؤلؤ الهمزة ساكنة ما حركة الحرف الذي قبلها؟ الضمة أيهما أقوى؟ الضمة أم السكون؟ نعم بارك الله فيكم بالعودة إلى قاعدة قوة الحركات نعلم أن الضمة أقوى من السكون لذلك فنكتب الهمزة بما يناسب الحركة الأقوى التي هي الضمة فتكتب الهمزة على الواو وكذلك في لؤلؤ كما ترى بارك الله فيك أيضا تكتب الهمزة المتوسطة على الواو إذا كانت الهمزة مضمومة وما قبلها مضموم أو مفتوح أو ساكن انتبه مثل رؤوف مسؤول نعم رؤوف ومسؤول الهمزة مضمومة وما قبلها مفتوح في رؤوف أيهما أقوى؟ الضمة أم الفتحة؟ نعم الضمة فتكتب الهمزة على ما يناسب الحركة الأقوى التي هي الضمة فتكتب على الواو مسؤول حركة الهمزة الضمة والحرف الذي قبلها ساكن أيهما أقوى؟ الضمة نعم إذن تكتب على الواو كذلك تكتب الهمزة المتوسطة على الواو إذا كانت مفتوحة وما قبلها مضموم مثل مؤذن ومؤجل انظر إلى مؤذن ومؤجل ما حركة الهمزة؟ الفتحة وما حركة الحرف الذي قبلها؟ الضمة أيهما أقوى؟ الضمة أم الفتحة؟ نعم الضمة باعتبار قاعدة قوة الحركات إذن تكتب الهمزة المتوسطة على حركة الحرف الأقوى فتكتب على الواو أيضا تكتب الهمزة المتوسطة على الياء أو النبرة في الحالات الآتية نقول إذا جاءت الهمزة مكسورة أن الكسرة كما قلنا هي أقوى الحركات مثل شمائل صائم حركة الهمزة ماذا؟ الكسرة والحرف الذي قبلها ساكن انتبه إلى هذه المعلومة بارك الله فيك فحرف المد دائما ما يكون ساكنا بعض الطلاب يخطئ فيه ولكن اعلم أن حرف المد ساكن بارك الله فيك كذلك ما قبلها مكسور نقول مئة وفئة إذن إذا جاءت مكسورة تكتب على النبرة إذا كان ما قبلها مكسور تكتب أيضا على النبرة مثل مئة وفئة فحركة الهمزة الفتحة وما قبلها مكسور أيهم أقوى الكسرة بالفتحة؟ نعم الكسرة فتكتب على ما يناسب الكسرة وهي النبرة عزيز الطالب الآن يمكنك إيقاف المقطع والإجابة بنفسك عن هذا السؤال أوقف المقطع وأجب بنفسك لتتأكد من فهمك لقاعدة الدرس نعم بين سبب كتابة الهمزة المتوسطة على الصورة كتبت عليها فيما يأتي ألف منح الإعلام القطري المرأة منزلة مرموقة با إذا سئلت فأجب بعد التروي الكلمة المرأة لماذا كتبت الهمزة في كلمة المرأة على الألف؟ نعم بارك الله فيكم لأنها مفتوحة وما قبلها ساكن والفتحة أقوى من السكون ويناسب الفتحة الألف سئلت نعم كتبت الهمزة على النبرة لماذا؟ لأنها مكسورة وما قبلها مضموم والكسرة أقوى من الضمة ويناسب الكسرة النبرة أو ألياء كما قلنا هاتي المضارعة من الأفعال الآتية أتى أدى أثر حاول الإجابة بنفسك عن هذا السؤال أوقف المقطع وأجب بنفسك أتى نقول المضارع منها يأتي أدى المضارع يؤدي أحسنتم أثر المضارع يؤثر نعم في يأتي الهمزة ساكنة وما قبلها مفتوح والفتحة أقوى فتكتب على الألف في كلمة يؤدي الهمزة مفتوحة وما قبلها مضموم فالضمة أقوى فتكتب على الواو يؤثر أيضا الهمزة مفتوحة وما قبلها مضموم والضمة أقوى فتكتب على الواو أيضاً افتح الكتاب المدرسي على الصفحة المبينة أمامك وحاول الإجابة بنفسك عن هذا السؤال ثم أعد تشغيل المقطع مرة أخرى حول الأسماء المفردة الآتية إلى صيغة الجمع واكتبها كتابة صحيحة شريعة شأن مسألة نداء يريد منك أن تحول الأسماء المفردة الآتية إلى صيغة الجمع شريعة ما جمع شريعة نعم شرائع جميل شأن ما جمعها شؤون مسألة ما جمع مسألة مسائل نداء ما جمع نداء نداءات شرائع الهمزة مكسورة وما قبلها ساكن إذن تكتب على حركة الحرف الأقوى وهي النبرة شؤون الهمزة مضمومة وما قبلها مضموم فتكتب على الواو مسائل الهمزة مكسورة وما قبلها ساكن فتكتب على النبرة أما نداءات فالهمزة مفتوحة وما قبلها ساكن أيهما أقوى الفتحة أقوى من السكون فلماذا لم تكتب على الألف يا أستاذ نعم سؤال ذكي من طالب ذكي هذه متعلقة بالجزء الثاني من شرح هذا الدرس وهذه من الحالات الخاصة لكتابة الهمزة المتوسطة لذحرص على متابعة الجزء الثاني حتى تعلم لماذا كتبنا كلمة نداءات بهذه الصورة خلافا للقاعدة لأن هناك بعض الحالات الخاصة كما سأبين لك في الجزء الثاني من شرح هذا الدرس أرجو منك أن تحرص على متابعته في نهاية هذه المادة أسأل الله لكم التوفيق والسداد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته